تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد نائب القادر الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس للمشروع الصناعي الأكبر والأضخم في تاريخ مملكة البحرين ومشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو وذلك خلال الاحتفال الذي أقيمه تحت الرعاية الكريمة ليسمو رئيس الوزراء صباح اليوم في منطقة عوالي حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن بلادنا في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى وإصرار الحكومة على التطوير والبناء في نمو وازدهار وأن الحكومة ماضية في دعم إقامة المشاريع العملاقة التي تخدم القطاع الصناعي وتمد مختلف قطاعات التنمية بالإسناد ومنها مشروع تحديث مصفات بابكو الذي يعد واحدا من المشروعات الوطنية الكبرى التي تسهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة صناعة النفط وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تعود بالنفع على المواطنين وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو إذانا ببدء العمل في المشروع واستمع سموهما إلى شرح من معالي وزير النفط عن المشروع وأهميته ومراحل تنفيذه والأثر المتوقع له على الصعيد الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين حيث نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية المشروع خاصة وأن قطاع النفط في مملكة البحرين على أعتاب مرحلة جديدة تبشر بمستقبل واعد في ضوء ما يشهده من مشروعات تطويرية عملاقة سيكون لها تأثيرها الكبير في دعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وشدد سموه على اهتمام الحكومة بتنمية الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وغيرها من القطاعات التنموية وتوظيف عوائدها بالشكل الأمثل في خدمة جهود التنمية وتلبية احتياجات المواطنين وقد قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجولة في أرجاء معرض الصور المصاحب الذي تضمن توثيقا للمحطات التاريخية لشركة بابكو وما شهدته خلال العقود الماضية من عمليات تطوير وتحديث وقد أشاد سموهما بإسامات الكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز وما تحقق بسواعدهم من إنجازات رائدة وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة على صعيد مواكبة التطور العالمي واتباع أحدث ما وصلت ليه التكنولوجيا في مجال التنقيب والاستكشاف من أجل تطوير مستويات الإنتاج الراهنة وتعزيز الكفاءة والتنافسية للقطاع النفطي منوهين سموهما بما بذلته وزارة النفط وجميع العاملين في الشركات والمؤسسات النفطية من جهود مشكورة كان لها أثرها البالغ فيما وصلت إليه مملكة البحرين من ارتقاء في قطاع النفط والغاز وقال سموهما إن البحرين التي تعد أول دولة بالمنطقة يتم فيها اكتشاف النفط تنطلق اليوم من خلال وضع حجر أساسي هذا المشروع الكبير إلى مرحلة جديدة في عالم الصناعات النفطية الحديثة في مشهد يعكس مدى قدرة أبناء البحرين على تحقيق الإنجاز في كل مجال ترجمة نانسي قنقر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء المؤقر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المؤقر أصحاب السمو والمعالي والسعادة وضيوبنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسعون عاماً وشركة نفط البحرين في وجدان البحرين وشعبها فكما في عهد جدكم المغفور له بإذن الله صاحب العظم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حين تم تأسيس شركة بابكو وبناء أول مصفاح في المنطقة نحتفل في هذا اليوم سموكم في وضع حجر أساس أكبر مشروع في تاريخ بابكو وفي عهد سيدي حضرت صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى وخليفة حفظه الله الذي أرسى دعائم النهضة الحديثة الشاملة لمملكة البحرين وأوكل مهمة تنفيذ الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين إلى مجلسكم الموقر بقيادة سموكم وعضيدكم سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية رئيس لجنة الثروات الطبيعية ويمثل سيدي هذا المشروع إنجازاً آخر لحكومتكم الموقر ويضاف إلى مسيرتكم النيرة والخيرة طوال عملكم لهذا الشعب ومصلحته ويحقق مشروع توسعة مصفات بابكو الكثير من أهداف وطموحات الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين والتي يشرف على تنفيذها سيدي صاحب السمو ولي العهد فعلى سبيل المثال يحقق هذا المشروع تحسين في مستوى الإنجاز وزيادة كفاءة منتجات التكرير من خلال إضافة وحدات تكرير جديدة وهي آخر ما وصلت إليه تقنية الحديثة للتكرير لتواكب مستجدات ومتطلبات أسواق الطاقة العالمية إضافة إلى تطبيق أعلى المواصفات البيئية لمصنع التكرير والاستعانة بأحدث تقنيات التشغيل والصيانة من أجل مستقبل هذه الصناعة المهمة لاختصادنا الوطني كذلك يحقق المشروع جذب الاستثمارات الخارجية حيث استطعنا وبنفضل توجيهكم باستقطاب بنوك صادرات من دول عالمية مثل إيطاليا وأسبانيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا واستعانا بمجموعة من المقاولين العالميين برئاسة شركة تكنيب FMC الأمريكية الأوروبية وبالتعاون مع شركة تكنيكو أسريونيداس الأسبانية وشركة سامسونج من كوريا الجنوبية ويحقق كذلك المشروع خلق فرص عمل فهناك مئات من فرص العمل المباشرة من خلال تحديث المصطح والتوسعتها كذلك إلى خلق أكثر من ألفين فرصة عمل في القطاع الخاص وهذا يعتبر من أهم أولويات الخطة الاقتصادية عشرين ثلاثين وبهذه المناسبة سيدي أستاذنكم بتقديم الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة شركة بابكو وإلى الإدارة التنفيذية التي عملت طوال السنوات وأخص بالذكر رئيس اللجنة المشرفة على المشروع دكتور داود نصيف الذي عمل منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق هذا الحلم الذي يعتبر أن أكثر توسعة في تاريخ المصطح وفي هذا اليوم سيدي نشهد غرس جديد تغرسونه بأيديكم الكريمة كما عهدناكم طوال سنواتكم في خدمة هذه البلاد اللهم بارك في هذا الغرس اللهم وجعل هذا البلاد آمنا وارزق أهله من الطيبات رعاكم الله سيدي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدها ألقى دكتور بيتر بارتلت الرئيس التنفيذي لشركة بابكو كلمة تحدث خلالها عن مشروع تحديث مصفات البحرين وأهمية هذا المشروع الاستراتيجي في مؤازرة جهود التنمية المستدامة في مملكة البحر وأكد الدكتور بارتلت أن مشروع تحديث المصفات هو أكبر مشروع تقوم به شركة بابكو من حيث القيمة والحجم مشيرا إلى أن المشروع سيسهم بتحسين القدرة التنافسية ورفع كفاءة التشغيل وخفض تكلفة الإنتاج وقال الرئيس التنفيذي لشركة بابكو إن مشروع تحديث مصفات البحرين أخذ بعين الاعتبار التقليلة من تأثير عمليات المصفات على البيئة أشيدا بما لقيه المشروع من دعم على أعلى المستويات وهو ما ساهم بتطوير قطاع النفط والغاز في البحرين يمكنك أن تحديثكم جدونهم نحن أن تحديثكم في دعم الأهمية من دفيديو الأمور الحجم كانت أصبحتا السياسية وحسب أن تحديثنا المشروع وذلك أيضا لكي تتوقف لكني لا أعلم ما تتحدث جدهم تطوير المهمة من أن تتبع والمشروع أن ما تتحدث ومجد مقطع تحديث في بارين وانجاة تشرح للنفوس الشريفة جابت لها زهرا وورد وبستان واليوم برق لي تكاشف رفيفة هذه عوالي في سنة العز تزدان واليوم برق لي تكاشف رفيفة هذه عوالي في سنة العز تزدان اقبل عليها من شمال خليفة وتفتحت له بالتراحي بيبان اقبل عليها من شمال خليفة وتفتحت له بالتراحي بيبان ابو علي شر والجبال المنيفة الصامل اللي ما تغير ولا لان شاد البلد بركان ماهي ضعيفة وخلى دعايم نهضة الدار نيشان ابو علي شر والجبال المنيفة الصامل اللي ما تغير ولا لان شاد البلد بركان ما هي ضعيفة وخلى دعايم نهضة الدار نيشان واليوم في يمناه درعه وسيفه الملهم المملي طموحات سلمان ليثن مضر للأمور والكليفة ولي عهده للمهمات عنوان واليوم في يمناه درعه وسيفه الملهم المملي طموحات سلمان واليوم في يمناه درعه وسيفه الملهم المملي طموحات سلمان ليثن مضرة للأمور الكليفة ولي عهد وللمهمات عنوان في ظل عاهل البلاد العفيفة قصدي حمد عز البلد طير حوران اسراجنا وقت ليال المخيفة وحنمحزمة في كل موقف وميدان تسعين عام تسعين عام ونفطنا بان ريفة من تسعة وعشرين وإلى وقتنا الآن وتحديثنا المصفى منجز نظيفة ما شابه هالوقت منجز ولا كان مثل السحاب اللي عجبنا قنيفة والحمد لله الولي عالي الشان هذا بلدنا بين بره وسيفة يضوي على كل الممالك والأوطان يقولها اللي يبدع من القاف كيفه قصيدة تذكر على مر الأزمان بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي يسرد تاريخ هذا الصرح العملاق ورسالته الوطنية في تلبية طموحات وتطلعات المملكة واستعرض الفيلم تجشين شعار التسعين عاما على تأسيس برق في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة طيب الله ثراء في عام 1925 وقع المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة طيب الله ثراء عقدا رسميا بامتياز التنقيد في يناير 1929 صدر قرار تأسيس شركة نفط البحرين المحدودة في عهد مغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة طيب الله ثراء موسيقى 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 وفي الحادي عشر من ديسمبر عام 1937 تفضل المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن علي الخليفة طيب الله ثراء موسيقى 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 وفي ابريل عام 1945 تم مد خط الانبيب بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في عهد مغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة طيب الله ثراء موسيقى موسيقى في عام 1966 في عهد مغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراء تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بافتتاح حقل أبو سعفة موسيقى في نوفمبر 1980 تم تأسيس المجلس الأعلى للنفط برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله موسيقى وفي عام 1992 تم افتتاح مدحف النفط بحضور مغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراء موسيقى موسيقى وفي عام 2000 وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم تجهين مشروع مسجل منتجات النفطية وفي نفس العام تم طرح الجازولين الخالي من الرصاص في الأسواق المحلية موسيقى في عام 2007 بدأ تشغيل مجمع إنتاج الديزل منخفض الكبريت بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاكتشاف النفط موسيقى نجحنا ولله الحمد في استثماراتنا في البحرين طبعا الصناعية والاقتصادية الأخرى وهذه الحقيقة ما فخرى لنا ولي أبنائنا ونؤكد أن هذه الصناعات قامت بأيدي بحرينية مخلصة وأصبحوا خبراء اليوم في مجالات اختصاصاتهم فوالله الحمد يعني الظروف إن شاء الله مهما واجهتنا فسوف نتقلب عليها إلى الأفضل إن شاء الله موسيقى وفي عام 2010 تم تأسيس شركة تطوير للبترول لتتولى مسؤولية إعادة تطوير حقل البحرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله موسيقى وفي نوفمبر 2011 تم افتتاح مجمع الزيت الأساس للتشحيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله انطلاقا من حرصها على تطوير عملياتها التشغيرية وفق أحدث تقنيات العصر وبتوجيهات من القيادة الرشيدة للبلاد حفظه الله عكفت شركة بابكو على تنفيذ برنامج طموح لتحديث المصفى وزيادة طاقتها التكريرية من مائتين وخمسة وستين ألفاً إلى ثلاثمائة وثمانمائة ألف برميل يومياً بما يضع الشركة بين مصاف كبريات مصانع التكرير بالمنطقة والعالم ويسهم في تعزيز قدرات بابكو التنافسية في مواجهة تحديات صناعة النفط والوفاء بمتطلباتها في المستقبل في ديسمبر 2017 أرسد بابكو عقد تنفيذ الجوانب الهندسية والشرائية والإنشائية على كونسور تيوم من مقاولين عالميين العمل مستمر والتحديات التجدد لكن بالعزم والعمل الإنجاز بعد يستمر كلنا في فريق واحد وكلنا من الموجودين هنا والمشاهدين كلنا فريق البحرين ومع مطلع عام 2018 أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن أطخم وأكبر اكتشاف النفطي حديث في تاريخ مملكة البحرين والذي من المأمول أن يكون بمثابة فاتحة خير على ثرب النماء والازدهار بما يسهم في إرساء نهضة تنموية مستدامة شاملة في ظل القيادة الرشيدة حفظه الله لنفرح معكم بهذا الإنجاز الكبير لبلادنا باكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في تاريخنا ولنكتب بذلك قصة نجاحا جديدة لقدرتنا على تطويع التحديات وتحويلها لإنجازات وفي السادس والعشرين من نوفمبر عام الفين وثمانية عشر وبحضور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السعود ولي العهد السعودية تم تشين خط الأنبيب بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ليجسد علاقات الأخوة ووشائج الود والمحبة بين المملكتين الشقيقتين واليوم تتشرف بابكو بتفضلكم لوضع حجر الأساسي لهذا المشروع الكبير الذي يمثل علامة فارقة في تاريخها بما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من مجارات أحدث مصاف التكرير في العالم وزيادة ربحية الشركة والذي سوف يؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني بمواصلة مسيرة التنمية والعمران اشتركوا في القناة ان الهدف من مشروع برنامج تحديث المصفاة هو زيادة السعة التكريرية وتعزيز قائمة المنتج وتحسين كفاءة الطاقة مما يجعل المصفاة من إحدى المصاف الأكثر تنافساً وامتثالاً لمعايير البيئة في المنطقة من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع الريادي عام 2022 ليضع بافك في مكانة عالمية مرموقة في صناعة التكرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صناعة النفط في البحرين منذ بدايتها الأولى تواصل شركة نفط البحرين بابكو النهوضة برسالتها الوطنية النبيلة على مدار تاريخها العريق الذي يربو على تسعين عاماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتزويد الصناعات المختلفة في مملكة البحرين بالوقود وامدادات الغاز مسيرة لطالما تبعتها العديد من المنجزات وعززتها سواعد بحرينية في تحقيقها لنشهد تحديد مصفات شركة نفط البحرين بابكو طبعاً الوقت مؤاتي المشروع أخذ مدة طويلة طبعاً عادةً مشاريع التكرير هي الأكثر تعقيداً في المشاريع الصناعية تأخذ وقت كثير في التصميم واختيار التقنيات تم اختيار بعناية أفضل التقنيات التكرير الموجودة وبعضها لأول مرة يجرب في المنطقة طبعاً مجرب في العالم يعني يحققها مش ربح أضعاف ما هو محقق الآن ويهيئ المصفات لمواكبة المواصفات الجديدة في قطاع التكرير من وقود منخفض الكبريت من الديزل ووقود الطائرات وغيرها من مشتقات التكرير ويفتح المجال للمزيد من الاستثمار في القطاع ما يسمى بالداونستريم الصناعات التحولية في القطاع النفطي تعقف شركة نفط البحرين بابكو على تنفيذ نطاقات واسعة من الأنشطة المرتبطة بالطاقة لسيما تكرير وتوزيع منتجات النفط والغاز إلى جانب بيع وتصدير النفط الخام ومنتجات المشتقات المكررة وغيرها المشروع لا أهداف كبيرة بس من الأهداف منه رغم واحد أنه زيادة للطاقة الاستيعابية بأكثر من 42% زيادة للكفاءة بأكثر من 30% زيادة لكفاءة تحويل المواد من المواد القليلة القيمة إلى المواد العالية الجودة بنسبة 78% مصفات البحرين التي تضمها شركة نفط البحرين بابكو ستزداد طاقتها الإنتاجية بعد التحديث فيما كانت سيعتها التكريرية حوالي 260 ألف برميل يوميا علاوة على احتواء الشركة على مرافق التخزين التي تستوعب أكثر من 14 مليون برميل ومحطة التسويق ومحطة بحرية للمنتجات البترولية من حفل وضع حجر أساس تحديث المصفى هذا المشروع سيضع شركة نفط البحرين بابكو في مصاف شركات تكرير النفط العالمية ومواكبتها للشركات المتقدمة في هذا المجال لمركز الأخبار إيمان شرف تلفزيون البحرين